هذا ولقد قدم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو خلال الفعاليات خطابا دعا فيه جميع الطلاب والشباب الأفريقي إلى تطبيق سياسة الامتهاز لتحقيق الأهداف جزء من حديثة أهنئ وأشجع اللجنة المنظمة للصالون الدولي للطالب الإفريقي على هذه البادرة كما أتمنى هذه البادرة لا تكون الأخيرة وسيتم اختيار تاريخ خاص لتنظيم هذه المناسبة كل عام بغية السماح للطلاب الأفارقة تبادل الخبرات والأفكار الهادفة الرامية إلى تنمية القارة وأشيد أيضا بالحجد الكبير من الشباب ومشاركتهم الفاعلة في فعاليات هذا السالون كما أشيد أيضا بهضور مآهد التعليم والتدريب في هذه المناسبة ومشاركتهم الدائم للتنمية وإزدهار القارة فعلى الشباب التخلي أن اختيار الطرق السهلة للوصول إلى الغايات المنشودة أن بناء المستقبل لا يتم إلا بالعمل الجادة وأن طريق العزة شاقة لذا يجب على الشباب التحلي بالمسؤولية والإخلاص والتطبيق سياسة الامتيازة لإنجاز أي عمل كان باعتبارهم مستقبل القد كما أن أهداف هذا السالون يوافق مع البرامج التي ودأها الاتحاد الإفريقي هذا العام 2017 والخاص بترقية وتعزيز طموحات الشباب ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذا يجب على الشباب بزر المزيد من العمل لتحقيق هذه المهمة الصعبة وهي مستقبل القارة السمراء كما يجب توجيه الشباب إلى التخصصات التي تواكب تطلعات العصر والتي تسمح بفتح فرص العمل وإعداد المشاريع الهادفة لإنشاء المؤسسات الخاصة وأن مسألة الحصول على العمل أصبحت من عولويات البلاد والدول الإفريقية والتحديات التي تؤيق ذلك يجب رفئها وفي الأخير أطلب من جميع المشاركين تبادل الخبرات والأفكار الهادفة والبناء للخروج بنتائج إيجابية